أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة وضعت ضوابط محددة لتخصيص الأراضي الصناعية وأشار إلى أن هناك قواعد محددة وضوابط لتخصيص الأراضي الصناعية تتضمن أن تكون أولوية تخصيص هذه الأراضي لأصحاب الأنشطة القائمة أو الجاري تنفيذها أو التوسعات الجديدة في نفس المدينة على أن يتم تخصيص قطعة أرض لكل مشروع